لن يستطيع العالم أن يتحمل منظر الرب هو جايف نجده إنه هوية وشخصية يسوع المسيح للأسف تهاجم بشدة وبشراسة في الغرب اللي يعني المفروض بيقوله عنها دول مسيحية شايفين الصورة هنا هجوم غير طبيعي غير عادي على شخصية المسيح بحاولوا يقللوا من أهميته وفي نفس الوقت الهجوم على شخصية المسيح في عالمنا العالم العربي العالم الإسلامي بحاولوا أن يحددوا هوية يسوع المسيح وعندما نتكلم عن الصلب يهاجمون الصلب وعندما نتكلم عن اللاهوت يهاجمون اللاهوت وكأنه بركزوا على شريحة وحدي بننسى أن المسيح اللي انصلب يمكن بالضعف هو الذي انتصر بالقيامة وقام من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين بينسوا أن يسوع هو صعد إلى السماء يسوع أرسل الروح القدس للتلميذ وأن يسوع سيأتي ثانية ظافرا منتصرا سيأتي ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته كما يقول الكتاب المقدس فإن المسيح ليس ضعيف لو مجد المسيح يعني رأينا مجده مجدا كما لوحيد في التجسد ولكن لا يستطيع أحد أن يرى المسيح تخيل لو في المجيء الأول المسيح أجى بمجده العالم كله احترى هو أن لموسى الإنسان لا يراني ويعيش فالعاوز أقوله أنه يعني من نعمة الله التجسد أنه أخذ جسد إنسان لا يستطيع أحد أن يرى ويعيش والدليل لما كان على جبل التجلي يعني كان وجه يلمع كالشمس صحيح فلما يجي ثانية بمجد عظيم أو مجد أبيه كما يقول الكتاب المقدس من يحتمل من يحتمل مجيء كما قال النبي ملاخف العهد القديم صحيح هو عندما يأتي سيأخذ مؤمني بغير أكسادهم يعطيهم أكساد ممجدة يستطيعون أن يروا وجهه إلى أبد الآبدين وعبيده ينظرون وجهه زي ما قال الكتاب عندما نسكن بعد الإختطاف وهكذا نكون كل حين مع الرب لكن زي ما حق ذكرت لن يستطيع العالم أن يتحمل منظر الرب هو جاي في مجده لما الكتاب يتكلم عنه في تسالونيك التانية أصحح واحد ويقول لنا عندما يأتي المسيح بحب أول آية دية اللي جاء تسالونيك التانية أصحح واحد وعدد تسعة الذين سيعقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء لكي يتمجد في قدسي ويتعجب منه في جميع المؤمنين صحيح هيأتي في مجده وفي نار لهيب مع أنه في في مجيء الأول كان منتضعا كان منتضعا صح ولكن الكتاب يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة إنارة مجد الله في وجه يسوع المسيح في وجه ولكن في مجيء التاني في المجد المجد الأول كان مجد يخلص والمجد الثاني أو مجيء الثاني من يحتمل مجد مرعب مرعب مخيف متجاء في مجد قوتي وفي لهيب نار وعيناه كلهيب نار صحيح صحيح